طيب دي حقوق مالية كبيرة واضحة ومباشرة بالملايين سفتور تكلم 285 او بالضبط الحقوق الادبية والرياضية عشان الناس يبقى فاهمة هو الاهل لما بياخد موقف لا بيتعنت ولا بيتعجرف ولا بيرخم على حد ولا اوي مشاكل لما الاهل اعترض في نهاية الموسم الماضي يا جماعة ارجوكو ما انفعش الدور يمتدل بعد كاسر الامم ده اجهاد للعيبة ده اعاقل حركة تنقلات اللاعبين وقيد القوائم ده هيطول الموسم وحيربك الموسم الجديد لا يهديكو يرضيكو لا وثبت بعد كده والناس اعترفت ان كل المصيبة اللي حصلت عشان في رجال نساسي يلحق يرجع ورجع وحصل اللي حصل لكن في النهاية لا لعمل ايه لما قال انا مش هلعب لو الدور امتد مشي في الشكل القانوني وكله بالقانون احنا في الفقرة دي بنسكي روح القانون او بنأكد على قيمة القانون وبنوضح ازاي النادي بيتعامل وفقا لهذه القطر راح يا باش مهندس لمركز التسوية وفض المنازعات في اللجنة الولمبية شاكيا ان اتحاد الكرة خاد الاهلي حكم على اتحاد الكرة اول مرة نادي غرم الاتحاد ويتقال له لا لو سمحت انت بتهرك بالقانون لو سمحت انت ماشي غلط انت اضرت بمصلحة النادي وكل الاندية انت ما كانش صح تنهي الموسم بعد كده انت تعاملت بمكايل مختلفة انت اديت الاهلي جدوى المضغوط لعب في ايام معينة وارحت بقية الاندية او اندية بعينها كل هذه الخزعبلات الادارية اللي اداروا بيها المسابقة واللي طولوا بيها الموسم واللي رضخوا فيها لتهديدات القضاء انصف الاهلي فيه واسبت انه الموقف الرياضي والموقف الاداري اللي النادي كان واخده كان قانوني 100% وتم تغريم اتحاده الكرة من مركز التسوية والمنازعات وقضية لصالح النادي الاهلي في هذه الازمة بشمانتسة شيء يجب الاشارة عليه طبعا وتحييته وده اللي احنا بنقوله شجعوا الناس تروح للجهات الرياضية المسؤولة شجعوه بمثل هذه الاحكام بمثل هذا الاهتمام انك انت اما اكتب لك شكوى تاخد فيه اجراء بالضبط هتساعدوا الناس ان تاخد حقها بالشكل السليم الرياضي والقانوني السليم لان اليأس قد يدفعك الى انك خلاص انا ليش تهمنا اشتمو خلاص ما فيش في ايدي وده تخيل بقى تصور النادي الاهلي لو كان مش بنفس الاسلوب كنا بينا فرجة الدنيا والله فالحمد الله ان فيه حاجة اسمان النادي الاهلي تستطيع ان تعيد القطر الى القطار القطار السلوك الرياضي الى قطبانه عشان بإذن اننا نوصل كلنا الى الهدف دون حوادث واللي شكرا